تصريحات المدير الفني لنادي الإسماعيلي النهاردة كابتن حمزة الجمل قال تصريحات برضو مهمة وقال إن الإسماعيلي خارج من هزائم سقيلة سابقة بسبب ظروف صعبة وقال إنه هو بيوجيد التعامل مع الفشل قال كمان إنه الضربة التي لا تقتلني تزيتني قوة وتعاملت مع اللعبين بشكل إيجابي وطلبت منهم عدم جلد الزات وقلت لهم لديكم رصيد عندي ونحتاج لتحضير ذهني جيد كابتن حمزة الجمل استلم الفريق في ظروف صعبة جدا استلم الفريق وهو منهج تماما فريق معنويا وبدنيا وكل شيء منهج تماما تعرض لظروف صعبة في بداية مهمته فاكرين الاستقالة والعودة من الاستقالة وخلافه بس كابتن حمزة الجمل اللي عامله مع الإسماعيلي الساني دي أعجاز إعجاز ليه؟ إن الفريق كان خلاص هيهبط هيهبط تفاكرين الإسماعيلي أول الموسم مش أول الموسم لحد ما بعد نص الموسم كمان الإسماعيلي في زي اللي جدوا للترتيب أو بيصارع الهبوط فجأة النتائج تتحسنت فجأة الأداء تتحسن فجأة بقياه نتكلم على نجوم بتلعب في الإسماعيلي زي عبد الرحمن مجدي وبتتكلم على الشامي وبتتكلم على المدبولي وبتتكلم على دونجة وبتتكلم على لعبين كسر في النادي الإسماعيلي أدوا بشكل جيد ومميز الفضل الأول يرجع لده لكابتن حمزة الجمل اللي يستحق كل الإشادة على ما فعلوا مع الإسماعيلي في فترة في منتهى منتهى الصعوب